المرسوم الثمانية والثمانين المنظم للجمعيات هو إطار قانوني كافي ما نستحقوش نغير المرسوم هذا اللي نحبو نحسنو فيه هو التطبيق القانون هذا ومن منطلق هذا اللي هو منطلق جاء بعض دراسات جاء بعض تقييمات قمنا بها بطريقة علمية في تونس وحتى من شراء كارنا خارج تونس قلنا اللي ما يلزمش قانون آخر كيف يجي قانون آخر نشوفوا علش هالدولة تحاول تمرر القوانين أخرى نلقاول لكلها فيها التراجع على مكتسبات المرسوم الثمانين والثمانين تراجع على الحريات شفناه هذا في مبادرة يعني ولا في تسريب في أوائل الفين واثنين وعشرين شفناه القانون يعني زجري قانون يعطي سلطة قوية للسلطة التنفيذية ينقص من دور القضاء العقاب يكون يعني صعيب على الجمعيات ومن بعد تم تخلي على المشروع هذا شفنا مشروع آخر جاء من مجموعة من نواب مرة أخرى هو مشروع تعيس ومشروع خايب ياسر يضرب لا فقط حق التنظم الجمعيات لكن كذلك حق النقاب يعني مساس كبير بهالمكتسب هذا الموجود من بعد نسمعه في إعلان رسمي من رئاسة الحكومة تتكلم على تكوين لجنة وزارية لمراجعة القانون لكن كذلك خلطنا مرة أخرى تسريب ونشوفوا في التسريب هذا مرة أخرى فما تراجع على الحقوق والحريات فما دور كبير لتعطى للسلطة التنفيذية فما تدخل في نشاط الجمعيات فما رقابة تكاد تكون منع تمويل الخارجي وتمويل الجمعيات هذا هو كل الصعوبات اللي رأوا فيهم يعني موجودين في كل مشروع قانون هم أبيدهم اللي ينلقوا فيهم للأسف يوري النية هي التضييق على الجمعيات هذا منع واسع جداً يعني نهاريخر بالتعريف هذا الجمعيات لا تنجمش تمارس نشاط تقوم به الحكومة نهاريخر مجموعة من الشباب يحبوا يحسنوا المفروض حتى المظهر متاع المدرسة متاحهم ينجم يشملهم المنع هذا على خاطر هي من مشمولات الدولة من مشمولات وزارة التربية أنها تعنى بالبنية التحتية متاع المدرسة نهاريخر يحب يدهن المدرسة متاعه ولا يزيد كراسي وتواول في المدرسة المجموعة هاليكت نجم تمنع بالتعريف هذا بيدو فما بالك بمسائل أخرى متعقدة أخرى متعقدة أكثر من دهينة مدرسة ولا من طبيض محطة تترين ولا حاجة هو للأسف هذا اللي ننساوه ساعات نشوفه في بوادر والمبادرات القوانين هذه قال شنوه بش يضيقوا على الجمعيات ولا يشدوا في الرقابة على الجمعيات لكن النساوه اللي أكثر متضرر من المواقف ومن المبادرات هذه هي ألاف وعشرات الألاف ويمكن مئات الألاف من المستمفعين من أطفال ذويل الإعاقة من نساء رفيات من رجال فاقدين الشغل يعني كيف يقولون مجالات تدخل الجمعيات لا تحصى ولا تعد يعني باع في شركات البيئة البحر المنتوج الفلاحي أعدد كبير من المجالات تدخل في الصحة صحة نذكروا لكل إشي عملت الجمعيات في مكافحة جائحة كورونا هذوم المجالات الكل اللي كان اليوم بش نضيقوا على الجمعيات ونمنعوا عمل الجمعيات هالمستفيدين هذوم الكل ما عادش عندهم السند اللي يلقاوا فيه لليوم الغدوة يلقاوا فيها عند الجمعيات بش نرجعوا في إطار القطيعة الموجودة بين دولة مهيش قادرة تقدم خادمات وسند وتقدم وتكوفر لكل مواطنيها ومجتمع مدني ضعيف محصور ما عندوش آليات العمل ومواطنين مهمشين يزيد فقرهم يزيد معاناتهم يزيد حتى يمكن أحيانا نكرهم للدولة فهل إطار هذا يمكن نرجعوا لما قبل ثورة 2011 القطيعة اللي كانت موجودة بين مواطنين بين مؤسسات الدولة ما فماشك الجسم الوسيط اللي يحاول يعاون يحاول يبلغ صوت هذا الهزم زينا نشوفه في إحصاء ولا في نوع من التقييم نلقاه تقريبا فما بين عشرة وحداشن هيكل حكومي يقيم العمل الجمعياتي أو يراقب عفوا العمل الجمعياتي يراقبوا في كل مجالات الأنشطان تاعه المطابقة للقوانين المسائل المالية المسائل الجبائية المسائل كل المواضيع كل مجالات تدخل المجتمع المدني فما هيكل يراقبوا من من الإدارة العامة الجمعيات البنك المركزي، لجنة تونسية للتحليل المالي، لجنة تونسية لمكافحة الإرهاب، مزارة المالية، مصالح الجباية محكمة المحاسبات، المحاكم العدلية، كل الهياكل هذه عندها دور في مراقبة الجمعيات وفي معاقبتها فكان اليوم يقولوا جمعيات هي خارج إطار الرقابة يعني هذا اللي فما تقصير من دور هياكل الرقابة للجمعيات المفروض إنها هيكل الرقابة تنسق بين بعضها وتتقوى هي حتى إحنا مجتمع مدني قلنا في برشة مرات مستعدين نساهموا ونعاونوا وندعموا الحكومة في عملها الرقابة على الجمعيات نفسها الإدارة العامة الجمعيات أو حتى إدارات أخرى نجموا بوادروا فما إمكانيات التعاون اللي تعزز من دورهم وتعزز من الثقة الموجودة بين المجتمع المدني وهيكل الدولة اللي هي تعزز كذلك من الثقة متع المواطن كي ينظر لهل هيكل الدولة تخدم في إنسجام بين بعضها هو موضوع علاقة الجمعيات بطبيع الأموال وتمويل الإرهاب هو للأسف موضوع مضخم فيه جدا جدا عليش نقوله مضخم فيها لخاطر كيف نجي ونشوفه هيكل الرقابة شنون وقاعدة نجم تعمل في الميدان هذا نلقاه في تقرير نشاط مثلا متع لجنة تحليل مالية تتكلم على حالة وحيدة فقط في ألفين واثنين وعشرين نظن حالة وحيدة فقط على علاقة بين جمعيات وتبيض أموال هذا في اللجنة اللي عندها دور كبير في الموضوع هذا كنجي ونشوفه القوائم منتع لجنة لجنة تونسية لمكافحة الإرهاب اللي هذه اللجنة عندها الحق تجمد أموال كل الكيانات الموجودة في تونس على الشبهة نأكد على الشبهة يعني أول ما تشك في حاجة عندها علاقة بتمويل الإرهاب تنجم تجمد له الأرصدى متاعه نلقاه هاللجنة هذي مجمدة أرصدى متاع أربع جمعيات فقط مئات الأشخاص لكن أربع جمعيات فقط يعني هالخطر هذا مضخم فيه شوية بخلاف اللي هو مضخم فيه كنجي ونشوفه التقييمات الدولية نلقاه تونس في مجال مكافحة الإرهاب وتبيض الأموال عند الجمعيات في قطاع الجمعيات عندها أحسن تصنيف عالمي وهذا مش كلامنا أحنا هذا كلام القفي المجموعة العمل المالي اللي في 2018 و2019 حضتنا كتونس في القائمة السودية والقائمة الرمادية وكل ما نجر عنه يعني الموضوع هذا مضخم فيه رغم اللي أحنا في الجهة السليمة كجمعيات أحنا في المنطقة السليمة من الموضوع هذا نجي ونشوفه يعني هل لازم نبدل المرسوم الثمانية وثمانين فقطع الموضوع هذا ولا نقوله لا قطع الموضوع هذا تغطيه قوانين الدولة الأخرى خاصة خاصة قانون مكافحة الإرهاب وتبيض الأموال عندنا قانون اللي هو يغطي كل مجالات الجمعيات والشركات والأشخاص المعنوية كل كل المجالات مغطية بالقانون هذا فما يلزمناش نبدل قانون الجمعيات بش نرجع نتطرق الموضوع هذا كننتبع نفس نفس التفسير هذا يلزمن نبدل قانون الشركات وللزمن نبدل قانون الجمعيات الرياضية لا عندنا قانون ترانسفيرسال هو اللي غطي المجالات هذه المجال هذا الكل مجال مكافحة الإرهاب وتبيض الأموال ترجمة نانسي قنقر